فطرة للبرج المبدع جداً دائماً مصر يحقق أهدافه وطموحاته التي يسبو إليها شخصيته رائعة جداً بكون دائماً بقمة الجمال والأناقة لديه قدرة على السيطرة على الأشخاص اللي من حوله فهو شخص قيادي بالفطرة أكيد أنا بحكي عن مولود برج الثور موليده من 20 نيسان إلى 20 أيار هذا الأصحاب البرج الرائع جداً برج الثور فأتمنى من الجميع اللايك التشجيعي والأشخاص الجدد على القناة ما ينسوني بالاشتراك مهم جداً أن يفعلوا زر الجرس عشان نكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى وللتواصل مع هذا الكلام للأشخاص الجدد على طريقة الواتساب بتلاقي رقم الواتساب تحت اسمه للفيديو وصندوق الوصف ومراتاً بكتبه في التعليقات لنرى يا أصدقائي شو مخبالكو بشهر ثمانية غسطس آب عام الالفين وثلاث وعشرين بتمنى لكو حظ سعيد من كل قلبي استمتع الطاقة إيجابية ستساعدك على اجتياز كل العقبات والعراقيل ستقم بإنجاز رائع جداً تلفت الانتباه إليك وستفوق على العديد من المنافسين اللي حولك لن تكون وحيداً سيلتف الكثيرين حولك طالبين دعمك إلهم أو منحهم الطاقة الإيجابية هناك بعض الأشخاص سيحاولوا إعاقة تقدمك وهدفهم إنهم يدمروا شغلك أو عملك الذي أنت قائم عليه هذول الشخصين للأسف الشديد من المقربين حولك وبحياتك زي الثعبان كيف عن زي الثعبان يا أصدقائي يعني أمامك بكون كالملاك بس باستنى تلف وجهك ما راح يتردد بغدرك وخيانتك ويستخدم أسرارك كأسهم ويرميك بها إن شاء الله استأتيك رؤية وأنا بتحدث الآن عن هذول الشخصين لا تتردد بمواجهتهم عشان توقفهم عند حدهم لأنهم مفكرين حالهم أذكيا أنك أنت مش كاشف ورقتهم حاول أنك تعرف صديقك من عدوك تتاح لك بعض المكاسب المالية سيكون أغلب هذه المكاسب أعمال خاصة وأعمال مشتركة لا تتردد أنك تحكي الأفكار والمشاريع التي تدور في رأسك للأشخاص اللي من حولك رح ينعجبوا بهذه الأفكار رح يتقربوا منك رح يقترحوا عليك عمل مشترك بينك وبينهم إن شاء الله يكون النجاح يعود لك بالنفع وبالدخل المادي الجيد هناك بعض الخلافات والنقاشات الحادة بينك وبين الحبيب وخصوصا الأشخاص اللي عندهم بشريك حياة مستقبلي كيف يعني شريك حياة مستقبلي يا أصدقائي يعني بيكون فيه شخص متفك انتوية على الزواج بإذن الله تعالى في القريب العاجل وليس الآجل تغير معك بآخر فترة هذا الموضوع يشعرك في القلق وتشعر أن ممكن هذا الشخص ما يوفي بالوعود اللي أوعدك فيها هناك لقاء بينك وبينه وخصوصا بالاسبوع الثاني حاول قدر المستطاع إنك تناقشه وكل الأسئلة التي تدور في رأسك إنك تحكيله إياها ولما يتحدث انصت إليه جيدا واستخدر طريقتك الرائعة جدا اللي هي القراءة ما بين السطور اللي هي من خلال كلمة واحدة قادر تعرف ماذا يدور برأس الشخص اللي أمامك سعيدها تقدر إنك تأخذ القرارات اللي بدك إياها مثل إنك تكمل بالعلاقة أو تختار الانفصال بس تخترت الانفصال لا تتردد بهذا القرار لأنه إثقة تماما صديقية برج الثور لما تكون بعلاقة فيها خيبة آمال أو فاشلة إنك بتضيع أهم أيام حياتك من ناحية ومن ناحية أخرى بتضيع فرص عاطفية كنت ستحصل عليها بالفترات القادمة في الأمور الصحية هناك بعض التراجع وآلام غير اعتيادية في الجسد في الرأس وفي الظهر وأيضا في المعدة حاول قدر المستطاع إنك تأخذ قصد من الراحة الكافي لكي تستعيد نشاطك وعافيتك من أول وجديد والأشخاص اللي بلاحظوا عندهم أعراض غير اعتيادية ما يتردد أن يذهب للطبيب ويعمل بحوصات اللازمة ويتطمن على نفسه لأنه يا أصدقائي كل شي بتعالج بخلص بروح والما بتعالج بتثاقم وبزيد لنكمل يا أصدقائي بس قبل ما نكمل بحب أعلمكم أنه أنا بعمل 30 قراءة خاصة ومجانية بتم باختيارهم من التعليقات اللي تحت أسفل الفيديو كل آخر شهر اللي ما بحالفه الحظ هذه المرة ما يزعل إن شاء الله بالفترات القادمة سيحالفك الحظ وتكون من أحد الرابحين معي بهذه القراءة وللتواصل يا أصدقائي على طريقة الواتساب تلاقوا رقم الواتساب بتحت أسفل الفيديو بصندوق الوصف ومراتا بكتبه في التعليقات أما الأشخاص اللي بترباح معي قراءات خاصة القراءة كشف كامل روحاني عاطفيا ومهنيا توقعات الأشهر القادمة بإذن الله تعالى إذا في موضوع معين أو متعرض للحسد أو السحر أو الأعمال السفلية نتناقش فيها بشكل مباشر وإن شاء الله بنلاقي لها حل دائما يا أصدقائي إلى كل داع في بإذن الله الدواء الشافي الشافي لنكمل يا أصدقائي ونرى كيف الأحداث ستكون مع مولود برج الثور ستنهي كل الخلافات والمشاكل اللي كانت معلقة بينك وبين الشريك وخصوصا المتزوجون وما رح تبخل عليه بالمساعدة أو بأي أشي بدوا إياه تتكلموا بأمور رائعة جدا حبي أنكم تعملوها مع بعض إن شاء الله تكون بالمستقبل القريب وليس البعيد هناك بعض التغيرات مثل في أشخاص المولود برج الثور عن طوالع معينة عندهم تغيير مسكن أو شراء مركبة جديدة وسيكون نشيد جدا مولود برج الثور الأمور التجارية مثل البيع والشراء ويبتسم له الحظ سيحقق صفقات رائعة جدا أكثر مما بتوقع سيقوم أحد الأولاد بإنجاز رائع جدا تفتخر به تطلقى اتصالات تهنئة من أفراد العائلة وأيضا الأصدقاء المقربين استذهب الأسبوع الثالث من شهر ثمانية آب أغسطس إلى رحلة ترفيهية مع أفراد العائلة ستكون بهذه الرحلة رائع جدا بقمة الجمال والأناقة وابتسامتك الرائعة جدا والجذابة ستجلس لوحدك حوالي ربع ساعة إلى نص ساعة ستأتيك إلهامات رائعة جدا ستكون قادر من خلالها حل العديد من المشاكل المعلقة وأيضا تقدر تستشير الأصدقاء وما رح يبخلوا عليك بالنصيحة اللي بتدفع بمصالحك إلى الأمام الفرصة متاحة أيضا في الأمور المهنية وخصوصا الأشخاص القائمون على عملهم رح يقوموا بأعمالهم بطريقة رائعة جدا يلفتوا الانتباه رؤساءهم في العمل إليهم حاول قدر المستطاع أنك لا تتحدث مع أحد الزملاء هو من الأبراج النارية كثيرا لأنه هو بستنى فيك أنك تحكي كلمة غير لائقة عن رؤسائك في العمل أو رح يحاول تخريب عملك حاول قدر المستطاع أنك تأخذ حذرك من هذا الشخص لأنه ينظر إليك نظرة الغيرة والحسد وخصوصا أنه الوقت بش وقته لأنه حاليا أنت اسمك أول أسامي بحالة أنه فيه ترقية أو منصب جديد والفرصة متاحة إذا كان فيه عندك مطلب من رؤسائك في العمل مثل سلفة أو إجازة أو أي شيء آخر هناك هناك بعض الفرص التي لا بأس بها لمولود برج الثور في الأمور المهنية سيحقق بعض الأمور مثل مكاسب مالية سيكون أغلبها من أعمال خاصة وأيضا أعمال مشتركة ستركز على الأعمال الخاصة وستكثر من السفرات القصيرة والتنقلات بين المدن وستكون فيها نفع لك وتعود لك بالنفع وبالدخل المادي الجيد كونوا أكثر وعيا في الطرقات المفتوحة إذا كنت سيرا على الأخدام أو بمراكبكم الخاصة الحادث يا أصدقائي هو عبارة عن ثاني واحدة ممكن يسير فحاول قدر المستطاع أنك تكون مركز في الطرقات المفتوحة لأنه في أفكار كثيرة تدور في رأسك بتسبب لك سرحان أو شردان في الدهن جنوب مليا أصدقائي تزداد ضشاطاتك الاجتماعية وخصوصا على مواقع التواصل مثل الفيسبوك والواتس أب وأشياء من هذا القبيل حاول قدر المستطاع أنك لما تكون جالس بمجلس أول ما تبدأ حديثك احكي كلمة صلوا على النبي يا أصدقائي أو الأشخاص اللي قاعدين معاك لأنه كل الأشخاص رح ينظروا ليك نظرة الغيرة والحسد من ناحية نجاحاتك ووقاتك عليهم في الأمور المهنية وأيضا إطلالتك الرائعة جدا اللي بتكون بقمة الأناقة والجمال بنكمل يا أصدقائي استكثرون الأعمال الخيرية ومساعدة الآخرين استقموا مساعدة شخصين هذولا الشخصين سيكثروا من الدعوات إليك تقدر تقولهم عن الأهداف والطموحات التي تسبوا إليها وخليهم يدعو لك فيها وإن شاء الله تكون دعواتهم مستجابة أما المنفصلون لقد تجاوزوا فترة كانت صعبة عليهم وخصوصا أنه الشخص اللي كانوا حطين عليه آمال خيب آمالهم وما أوفى بالوعود اللي أوعدك فيها إثق تماما أنه في فرص من فترات القادمة رائعة جدا في الأمور العاطفية وهذا الشخص هو الخسران أنت يا صديقي جوهرة صافي استلتقي بشخص طريقة الصدفة بمواقع التواصل استرتاح لصحبته تتحدث معه بأمور رائعة جدا تثير اهتمامك وفضولك هذا الشخص ما رح يبخل عليك بأي موضوع بدك إياه كمساعدة أو اهتمام تأتيك مشاعر داخلية اتجاه هذا الشخص كحب حاول حاول قدر المستطاع أنك لا تصرح بإعجابك فيه قبل ما تتأكد أنه عنده نفس المشاعر يا صديقي يا برج الحمل أنت تعرضت لخيبة آمال بالفترات الماضية وما بدنا هذا الموضوع يصير معك مرة ثانية والمسلم لها يلا دغ مرتين فتأكد منه ومن إعجابه إلك وبعدين بتقدر تأخذ القرار اللي بدفع بمصلحتك إلى الأمام هناك شخص مقربين من حولك دائما ينظر إليك وبراقبك هذا الشخص سيحاول صرختك في مثل جميل يا أصدقائي اللي هو حرص ولا اتخون يعني دير بالك عم تركاتك الخاصة وسعيتها بيحتار عدوك فيك يعني حاول قدر المستطاع أنك تنتبه على جزدانك على مالك على تلفونك وأي إشي ثمين لأن هذا الشخص بيستنى بلحظة أنك تكون ساهي فيها ما رح يتردد بصرختك فحاول أنك تنتبه عن ممتلكاتك الخاصة كل الحب والتقدير لكم يا أصدقائي وإن شاء الله القادم سيكون أفضل وأفضل مع محمد الآن